تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيب بازا في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيهم في قضية مقتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة ببلدية الحتطبة تعود وقع القضية إلى ورود بلاغ إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحتطبة مفاده قيام عصابة أشرار بالاعتداء على شاب بواسطة أسلحة بيضاء بالقرب من طريق الولاء رقم 41 الرابط بين بلدية الحتطبة والعفرون مما أدى إلى وفاته بمستشفى فرانس فانون بالبوليدة متأثرا بجرحه فور تلقي البلاغ تم تنشيط عنصر الاستعلام ليتم تحديد أماكن تواجد مشتبه فيهم ووضع خطة محكمة مكنت من توقيفهم واحدا تلو الآخر ويتعلق الأمر بست أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 42 سنة لتسفر العملية عن حجز ثلاث أسلحة غوص بحري سيفان بطول 1 متر و 80 سنتيمتر عصى خشبية بالإضافة إلى دراجاتين ناريتين وخبسة واتف نقالة تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين يتضمن تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وترصد إنشاء عصابة أحياء جنحة المساس بحرية الأشخاص عن تاريخ تصوير بتقنية الفيديو دون رضا صاحبها وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر